البيض الفري الصغير هو بيحتوي على نسبة بروتين وتركيبة مختلفة تماماً عن بيض الدجاج فنحن بنقدر إنه نحن ناخده وعادة في معظم الحالات اللي أنا شفتها للأشخاص اللي ما بتتحمل بيض الدجاج أخذهم للبيض الفري يعتبر جيد وبيقدر يستوعبوا بطريقة أفضل من بيض الدجاج كيف الأشخاص ممكن يعانوا من استهلاكهم بالأخص للبيض أو لأنواع معينة من البروتينات بيشعروا بالنفخة وكيف طريقة الطبخ بتأثر على محتوى البروتين وطريقة تعامل أجسامنا معه يعني هلأ أنت تحكيها هيك تبين عنوان رسالة ماجستير ولا حتطيلي أحكيها النفخة بعد التناول البيض والله يعني النفخة هيك حكيت إلي أحكيها تبيني هيك وأنا ماشي أوكي راند يالله تفضلي هلأ اليوم بشاك العام رح نحن نحكي عن كيفية طبخ بعض من الأطعمة وكيف طريقة الطبخ بتأثر على محتوىها من البروتين تمام تعرف في كثير أشخاص مرات بتأكل بيض وبحكي لك أنه مرات إذا أنا بأكل البيض مسلوق بنزعج كثير منه ولكن البيض المقلي ما بيعمل لي نفس الأعراض مرات تانية بنسمع أنه أنا إذا بأكل كمية أكبر من حدها من البيض بتعب كثير وبصير بشوف أنه في عندي ردة فعل من جسمي غير مريحة نعم فاليوم رح نحكي عن الفود انتولرنسز واللي هي عدم القدرة على تحمل بعض من أنواع الأغذية وعادة بتكون بسبب البروتينات ولكن ما بتأديه إلى حساسية نعم ففي عندنا فرق كتير كبير ما بين الحساسية وما بين عدم القدرة على التحمل الحساسية عادة هو ردة فعل جهازنا المناعي على بعض من أنواع البروتينات بحيث بشن هجمة مناعية ضد هذول البروتينات وبالتالي أعراضه مختلفة أما العدم القدرة على تحمل بعض من أنواع الأغذية اللي هي تسمى الفود انتولرنسز هاي الانتولرنسز عادة بتكون كمان بسبب البروتينات ولكن هي محدودة فقط بي جهازنا الهضمي تمام اللي بيصير أنه أنا مثلا اليوم قررت أني أكل بيض أخدت بيضتين أو ثلاثة أو أكثر مثلا وهذا البيض كان مسلوق طريقة سلق البيض بتأثر على البروتينات اللي بالأخص موجودة عندي بالصفار وبعض من الأشخاص بيستصعبوا هضم البروتين الموجود عندي بالصفار بهاية طريقة فبالتالي بيأدي إلى النفخة بيأدي إلى مشاكل بالهضم اللي بيصير عندي عادة بعدم القدرة على تحمل الأغذية هو فقط محدود بي جهازنا الهضمي أنا بأكل هاي الأكلة الجسم ما بيقدر يهضمها بالطريقة الصحيحة بسبب إما نقص الأنزيمات أو فقر قدرة الجسم على التعامل مع هذا البروتين فبالتالي بيصير في عندي تسرب من الأمعاء إلى الدم هذا التسرب بيأدي إلى ارتفاع في مستوى الإميونوغلبينز نحن بسميهم IGE هنه نوع من أنواع المضادات للجسم الجهاز المياعي بينتجها ولكن لا يتخلص من هاي البروتينات المنتجة من الأكل بيشوفها على إنها شكل مادة لازم يهاجمها فبالتالي ال-IGE بيرتفع عندي بالجسم فبالتالي بيشن هجم مناعية على هاي البروتينات اللي تسربت إلى الدم فبيأدي إلى عدم قدرة على تحمل الأكل وبتتفاقم هاي المشاكل لحدها تصير نوع من أنواع عدم الارتياح أو النفخة الزايدة ممكن تؤدي إلى مشاكل في الإسهال أو مشاكل في الاستفراغ والفراغ والتقيق عند عدم الأشخاص طب يعني هلأ رند المشكلة وين مشكلة في البيض نفسه ولا طريقة يعني صلقه ولا ردة فعل جسم نتجاهه بصراحة هي عادة المشكلة بتكمن بطريقة الجسم وتعامله مع هذا النوع من البروتينات لأنه فيه أشخاص ممكن ينزعجوا فيه أشخاص مش ممكن ينزعجوا فيه أشخاص ممكن يقللوا الكمية وما يشعروا بالانزعاج وفيه أشخاص ممكن يتناولوا كميات كتير قليلة وكمان يؤدي إلى نفس الشنة أو ردة الفعل المناعية تجاه هذا البروتين فبالتالي هيثم لحتى نبسط الموضوع أكثر إذا كنتوا من الأشخاص اللي بتعانوا من عدم القدرة على تناول البيض بشكل عام فنحن لازم أنه نحن نحاول أنه نلاقي بدائل لأنه البيض نحن بنعرف أنه بيحتوي على البيوتن بيحتوي على الأوميغا 3 بيحتوي على البروتين بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وهو أعلى مستويات في البروتين لأنه كل أنواع البروتينات إحنا منقيصها بالمقارنة مع البيض أش ممكن نبدل البيض في إيش؟ يعني هل ممكن الشخص إذا اللي بعاني من هاي المشكلة ما بتحمل البيض نهائياً؟ يبدله بنوع غذائي آخر تماماً؟ طبعاً ممكن نأخذ بروتين شيك مثلاً المصنوع من البيض؟ تعرف أنه في عندنا بيض فري البيض الفري الصغير هو بيحتوي على نسبة بروتين وتركيبة مختلفة تماماً عن بيض الدجاج فنحن بنقدر أنه نحن ناخده وعادة في معظم الحالات اللي أنا شفتها للأشخاص اللي ما بتتحمل بيض الدجاج أخذهم للبيض الفري يعتبر جيد وبيقدر يستوعبه بطريقة أفضل من بيض الدجاج بيحتوي على تكوينة وتركيبة بروتينات مختلفة وعادة هو أصغر بالحجم هذا أول حل إذا نحن نهائياً ما بنتحمل البيض الحل الثاني ممكن يكون أنه نحن نقلل الكميات اللي بنتناولها مرات الأشخاص لما يأكلوا تنتين بيض مع بعض بيضتين مثل وقتين ممكن أنهم يشوفوا هاي ردة الفعل ولكن إذا أخذنا واحدة ما بنشوف ردة الفعل والجسم بيقدر أنه يتعامل مع العلاقة بالبيض والصفار؟ يس هي عادة الصفار اللي ممكن طريقة طهيو تكون مختلفة فتأدي إلى عدم القدرة على تحمله فلازم نفصل البيضة نسلق الصفار لحال والبيض الحال؟ لا بعد ما تنسلق البيضة بنفصل الصفار والبيض وبناكل كل واحد لحال ونشوف ردة فعل الجسم تجاهها رابعاً ممكن ناخد البروبيوتك البكتيريا النافعة اللي بتساعد بالهضم بشكل كتير كبير أو خامساً أنه نحن نمتنع عن كل الأغذية والمنتجات اللي بتحتوي على البيض بهاي الحالة على فكرة أنه هون مطلعة عندي أكتر من سبع أسامي ممكن تكون موجودة بالمنتجات وكلها بتعني البيض إذا كنا من الأشخاص اللي نحن نبتعد عن البيض أي شيء بيحتوي على باللوائح الغذائية على الجلوبيولن، على الليستن، على الألبومين، على الأوفيوفيلتن، على اللايسوسايم، على الأوبوالبومين بالإضافة للليفيتن، هدول كل هم أسماء مختلفة مصنعياً تستخدم ولكن كل هم تشير لمحتوى الأغذية من البيض فبالتالي إذا نحن عنا عدم قدرة على تحمل البيض بجميع أشكاله الأفضل أنه نحن نمتنع عن تناوله ونبدله بالبيض الفري لحتى ناخد القيمة الغذائية ممكن أنه نحن ناخد البروتينات من مصادر أخرى مثل الحليب والأجبان والألبان ولكن عادة ما بتكون ارتفاعها مثل ارتفاع البروتيين الموجود عندي بالبيض أو أنه نحن ممكن نستخدم الأغ سبستيوت موجود بالسوبرماركتات ممكن يكون بديل للبيض بالطهي أو بالخبز ذكرت رند إشي هكي بلفة انتباهي سريع بس طريقة الصلق ممكن أنها تفرق شو فيها لناك طريقة صحيحة يعني نحن نعرف هل من 5 إلى 10 دقائق إضافة بهارات ملح أحياناً بضيفه مع الصلق بفيد صح مرات أنه نحن ما نسلق البيض بشكل كامل أوكي يعني نحن منخليه شوي هيك نحن منسميه شوي سائل من جوة هذا ممكن يقلل ردة فعل جهازنا الهضمي تجاه البروتيين الموجود بصفار البيض ويقلل ردة الفعل من ناحية النفخة ومن ناحية الغازات أو من ناحية عدم القدرة على هضمه بالطريقة الصحيحة فكلها هيتم بتعود للتجربة أنه نحن نجرب شو أكثر إشي بنفع مع جسمنا وعلى أساسه نتفاعل معه نعم إذا كانت النفخة محتملة وممكن واحد ينبس يكمل أكيد في فواد كتير عظيمة للبيض يعني ممكن أنه يتعامل ولا هل بتضر على المدى البعيد ما زال فيه نفخة يعني الجهاز الهضمي عم بيسرب بعض من محتوى إلى الدم فبالتالي عندي التهاب فما زال في عندي نفخة هذا الشيء مش صحيح كل أنواع الأغذية اللي بتسوي نفخة هي مش واحد لازم يبتعد عنها زهر الفجل أحياناً الفول في ناس خلص هاي فيه أغذية معينة بتسبب لهم نفخة بطل مرتاحة بس أنا مش الحل عندي بالنسبة إلي كرند أني أنا أبتعد عن الأكل الحل بالنسبة إلي أني أساعد جهاز الهضمي أنه يقلل من حالات التسريب اللي ممكن يعاني منها وأقوّل روابط ما بين جهاز الهضمي عشان أقدر أنا أوصل لهاي المرحلة أول شيء بعملو هيثم أني أنا بأمتنع عن هاي الأكل اللي عم بتهيجلي الجهاز الهضمي فأنا بدي أمتنع عن الأكل هاي كمرحلة أولى بس مش بشكل دائم المرحلة الثانية أنه أنا بدي أبلش أركز على الرياضة على كمية سوائل كافية على أخذ كمية ألياف صحيحة بالإضافة للبروبيوتكس البكتيريا النافعة اللي رح تقوّل روابط ما بين عندي بالجهاز الهضمي فهاي تاني مرحلة تالت مرحلة بدي أرجع عفوة هاي الأغذية بشكل تدريجي وأشوف ردة فعل جهاز الهضمي تجاه هاي الأغذية وكيف عم بتتقبلها بالطريقة الصحيحة ورابعا إذا بعد كل هاي اللي أنا عملته والجسم ما تقبل هذا الأكل بدي أمتنع عنه تماما بالحديث عن الجهاز الهضمي رند أنا من خلال خبرتي كتير سنوات بالرياضة من رياضاتي الممتازة جدا لإراحة الجهاز الهضمي المشي والجري هذول تحديدا يعني يعني اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي زي السحر يعني بعد أقل من شهر من التزامه بالمشي مثلا رح لاحظ 70 و 80 و 90% من الدياء اللي كان حسوا أو المشاكل كان حسها في جهازه الهضمي عم تختلف وعم بتوح تماما زي السحر بالضبط زي السحر صح وبتعرف فيه شغلة كمان إضافية خلال فترات المشي إذا الشخص بمكن يقدر يعمل زي مساج لمنطقة المعدة والبطن بمع عقارب الساعة وحتى إذا حطينا أي نوع من أنواع الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند هذا الشي بساعد بتنظيم الإخراج عند هدول الأشخاص وتنظيم الحركة الدودية اللي بتصير عندي بالأمعاء البرستالسز بطريقة صحيحة يس بس انت مع عقارب الساعة لازل تكون مع عقارب الساعة فنريح الأمعاء وننشط عملها بالطريقة الصحيحة وحتى نقوي الجسم وتضفق الدم لهاي المناطق تمام تمام شكرا جزيلا رند شكرا إليك هيتم